ازايكم مرحبا بكم فيديو جديد كرسان طيبين رمضان كريم عليكم يا جماعة فيديو النهاردة هوريك ازاي تعمل افاكت لظهر قدامك دوت على برنامج واندرشوف المورا 14 وممكن تعمله على اي برنامج منتج حرفيا كاب كات برمير دافنجي فاينال كات ايا كان الفكرة واحدة البرنامج اللي هستخدمه هو برنامج المورا لدوت برنامج اللي بحب استخدمه وهتلاور رابط بتاعه في صندوق الوصف لو حابين تحمله للكمبيوتر او للموبايل اول ما تفتح برنامج في المورا تعال عند كلمة وهياختار الشكل او اللون اللي انت عايزه بتاعك عادي او ممكن تحمله من الفوتوشوب او اي حاجة اعمل الصورة الخاصة بيك عادي بس عاماتنا اغلب الالوان موجودة هنا هسحب مثلا اللون ده وحطه في اول لير بالشكل ده بعد كده يجي عند كلمة واسحب في الرقم اثنين اكتب بقى الحاجة اللي انت عايزة هنا ممكن نخليها مثلا كتابة سينمائية مثلا الخط مش عيوني فنغير الخط من هنا كان فيه خط اسمه مش عارف عربيك حاجة كده نختار الشكله لطيف ده ده شكله لطيف يعني ونخليه بالشكل ده كده ممكن نخليه في النصة ابتر تحت كده ده ممكن نخليه زي ما هو مش مشكلة بعد كده عايزين اللون بقى عاكس للأورنج يعني ما يبقاش أورنج اساسا فممكن نختار السكاي بس اللون ده احلى نخطه فوقيه في الرقم 3 بالشكل ده بعد كده هنسحب اللير ده ونخليه في رقم 3 بلنحن نتكع وضع الضغط ونضغط ضغط واحدة ونفضل ضغطين ونسحب لفوق فعملنا منه كوبي هنيجي بقى هنا اللحظة اللي هحصل فيها شوية سحر اللون بتاع الكتابة ده لونه أبيض احنا عايزين نخليه نفس اللون بتاع اللير الاولانية خالص اللي هي الأورنج فهنطفي اللير اللي هي السمبل كولر اللي هي الغريبة ديت ونختار الألم ده او البن دوت ونختار اللون ده تمام اختفت ده عادي جدا هنظهر بقى اللير دوت هتبقى بالشكل ده هناخد الاتنين دول ونضغط كليك يمين وهناعمل نسمي رقم واحد مثلا نعمل اوكي كده بقى معنا الثلاثة فوق بعض اللون الاساسي الكتابة اللي هي تحت دي لما احنا خفينا ده فتلاقي الكتابة البيضة موجودة ويه الكمباونت لب بتاعتنا تمام نعمل ايه في طريقتين عشان تعمل الحركة دي في اي برنامج منتاج انك هتيجي عند كلمة ماسك وهتعمل ماسك مدور كده وكلام ده ولكن اتبقى انها هتنفع الى حد ما الا انها فيها عيب واحد بس وهو انك مهما عملت من كيف فريمز في برنامج في المور عشان المسة مضافوش الكيف فريمز التحكم الكامل مش هتقدر انك تعمل كيف فريم ناعم او تناعم عن طريق الكيرف مش هارف ليه بس هو متشال اعتقد ان ده بج في البرنامج ويصلحوه بعد فترة اه لان انا بلغت عن البج دوت بس لسا متشالش انا لسا مكتشفه من كام يوم فهنلغي الماسك كده وهي هنستخدم طريقة تانية لقيت ان الكيف فريم فيها شغالة عادي جدا من غير اي مشاكل وهي نيجي عند كلمة افاكتس بعد كده هنكتب امج ماسك اهو هنسحبه ونخطه هنا على الشكل اللي احنا عايزينه نيجي بعد كده عند كلمة افاكتس وموجودين هنا زي الفول تقدر تحكم فيهم زي ما انت عايز هنخليهم الاتنين على صفر الاول وينيجي عند اول فريم خالص بالشكل ده ونفعل بقى الكيف فريم في كله فاعل الكيف فريم في كله معادة في الفيزر في الاربع دول هنا هنتحكم هنا يدوي واتحكم بالرقام احسن حاجة هنكبر الكيف فريم شوية طبعا مش هيبان عشان لازم نكبر الاتنين دول مع بعض فممكن مثلا خمستاشر او نخليها عشرين وهنا برضو عشرين لان ده بيتحكم في العرض ده بيتحكم في الطول او في الارتفاع فلو عملتون نفس الرقم فبتبقى دايرة تمام ولكن مش هتعمل الحركة دي هنا دي غلطة مني نفدي معلش هنرجحها صفر ثاني هنقدم قدام شوية كم فريم كده ونخليهم بقى هنا خمستاشر خمستاشر لاحظ ان فيه كيف فريم اضافت هنا فانتنين دلوقتي كيف فريم متضافين قدم قدام شوية حط اتنين كيف فريم هنا بعد كده قدم قدام كمان شوية وحط كمان اتنين كيف فريم هنا هنرجع للكيف فريم اللي فاتت عن طريق السهم اللي هنا ده او عن طريق الماوس هنا حدد الكيف فريم دي صغرها شوية مثلا العشرة لازم نعملها في الاتنين للأسف وهيبق معنا بالشكل ده حاجة بتكبر كده زي هننعمها في الاخر خالص بعد كده اول ما بيحصل دوت احنا نعمل كيف فريم هنا وهنا الى هو ال اس والواي ال اس بتحكم في العرض الواي بتتحكم في الطول فاحنا هتحكم فيها من الحتة دي اهمل هنعمل نقدم شوية ونعمل تاني هنا و Bandcer ثاني هنا بعد كده ندخر فتنقومين بتحكمين فيها بالشكل ده حركها كده حركها كده بعد كده نقدم شوية كمان نعمل اتنين كيف فريم كمان ونتحكم فيها كده كده مثلا نقدم كمان شوية ونتحكم فيها كده كده بعد كده نقدمها قدام شوية ونرجحهم على السفر وبالمرة بالمرة ممكن نعمل اتنين كيف فريم تانين هنا ونتمشي تات اربع فريمات كده ونكبرهم على خمسة وعشرين بالشكل ده ويبقى الشكل يعني الى حد ما لطيف هيبقى بالشكل ده طبعا الانيميشن شكله سريع شوية فانت لو عايز تبطقه كلك تعملون انك تتكى على كيف فريم ذات نفسها وتقدمها قدام فزي ما انت عايز تقدمها تعملها زي ما انت عايز طبعا نقضرب دي بالشكل ده نبعد دي كده شوية دي كده شوية دي كده شوية يعني بالشكل ده كده طريبا كده هيبقى سرع او هيبقى ابطأ قصدي شوية الحتة ديت بيبقى سريع جدا عشان انتقل من حتة لحتة بعيد قوي فانتقدم دي شوية ونقدم دي فانشوف كده او كده بقى تمام بس الحلقة مش نعمة فعايزيني نعمها اضغط تلك يمين وشو كيف فريم اناميشن او قلت شفت حرف الكي زي ما انا كنت بعمل فهيبقى ظاهر معانا الكيف فريم اناميشن كلها موجودة من غير البج الغريب الموجود طبعا الخطوة دي من هنا تقدر تعمل نفس الخطوة في الفيديو هنا من اول الحتة دي بالزبط اول ما يصلحوها في التحديث الكائي فنيجي مسلا عند اللي هو الارتفاع ده هنحدد كده كده نحدد كده كده ونعمل هيعمل بالشكل ده حدد نفس الشيء اعمل نفس الشيء كده طبعا لسه الحتة اللي فوق ما تعملش اول اول كيف فريم هنا عشان اول كيف فريم مفت بقى سابتة اعمل من عند التانية واحدد كل التانيين هنا واعمل كونتونيوس كيرف هيبقى معانا بالشكل ده تمام وما تستطيع تعمل برضا نفس الخارجة في اللي تحت كده هو كونتونيوس كيرف الغيبقى كل الكلام ده قفله واشوف من الالف لليه اوه زي ما انت شايف بقى بالشكل ده ناعم اسهل واسرع بكتير تعالى بقى اوريك ازاي تقدر تعمل الايفاكت ده في سانيتين بعد ما تتجهز الكلام ده كله بكل بساطة بعد ما تخلص كل الايفاكت وتعمل كيف فريم والدنيا دي حدد كله اعمل كومباوند كليب جديد وسميه بالاسم اللي انت عايزه او بالرقم اللي انت عايزه ايا كان وتعمله سيف وبكده تقدر تسحبه وتعدل عليه اذا كان الوان او كتابة بالشكل اللي انت عايزه فاي فيديو تاني انت عايز تعمله فيه فالموضوع بيبقى حرفين بياخد منك سانيتين وبس وبس كده اذا كان الفيديو النهاردة اتمنى اكون عايزك ما تشنك تعمل لايك على الفيديو تشترك في القناة مش مشترك تعمل شير لكل صحابك واشوفك الفيديو جديد سلام